موسيقى 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 واسطى اغتيالات غامضة وضربات على مواقع في مطار دمشق الدولي تتصاعد وطيرة التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب حد التلويح بمواجهة عسكرية مباشرة فما دلالات التوقيت وما حدود المواجهة وما الذي بقي من هوامش أمام دخول البرنامج الإيراني دائرة العد التنازلي لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصناعة قنبلة نووية في تقدير وكالة الطاقة الذرية تصعيد إذن إيراني إسرائيلي يتزامن مع جهود إقليمية للتهديئة مع تركيا وإيران في مقابل بوادر تحول في الاستراتيجية الأمريكية نحو التعبئة على جبهات عدة من روسيا إلى الصين فكيف تتأثر دول الخليج والمنطقة العربية بوجه عام بما يجري بين طهران وتل أبيب وهل لا تعصف التحولات الدولية بأوراق الحسابات الإقليمية هذا ما أصلت عليه الضوء في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود مصارف أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشرق وإجابة عن سؤال استطلاعنا السؤال هل ينتقل التصعيد بين إسرائيل وإيران إلى مواجهة عسكرية بنعم أو لا إذن بحسب مشاركاتكم 75% قالوا لا و25% قالوا نعم لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود أرحب بضيوف الكرام من لندن الباحث الرئيس في مركز الخليج لأبحاث الدكتور هشام الغنام مساء الخير ومن طهران الدبلوماسيا السابق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية السيد أمير موسوي مرحباً بك ومن واشنطن الباحث في شؤون الشرق الأوسط السيد عرفان فرد ومن واشنطن ينضم إلينا بعد قليل مساعد وزير خارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقاً معاً لو سمحتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع ضيوفي الكرام أبدأ مع ضيفي من تهران سيد أمير موسوي مرحباً بك وولستريت جونل تقول بأنه إسرائيل تنسق سراً مع الولايات المتحدة بشأن العديد من الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا من أجل قطع امدادات الأسلحة من إيران إلى جماعات مسلحة في سوريا وخارج سوريا السؤال كيف تنظر إيران إلى حجم التنسيق الأمريكي الإسرائيلي على الأقل بحسب وولستريت جونل من أجل ربما الحد من هذا الدعم الإيراني لجماعات مسلحة بحد ذاتها نعم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير مساء النور أولاً لا يمكن أن نوصف التنسيق الصهيوني مع الولايات المتحدة الأمريكية بأنه سري بل هو علني وهناك تصريحات علنية في البيت الأبيض وكلياً في واشنطن ومن خلال المسؤولين الأمريكيين وكذلك الصحافة الأمريكية بالإضافة إلى أن الصهاين دائماً يصرحون بذلك إذن ليس هناك شيء سري يعني أكثر من أربعين سنة هذا التنسيق قائم بين الطرفين لوأد الثورة الإسلامية ووأد الجمهورية الإسلامية والإيرانية وكذلك الإضرار بحلفاء الثورة الإسلامية في المنطقة وما يحصل في سوريا أو في مناطق أخرى هي تأتي في هذا المضمار يعني هناك حرب قائمة بصورة مختلفة بين الطرفين الكيان الصهيوني وأمريكا من جهة وكذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفائها لكن هناك نوع من التهويل أنا برأي في هذا الموضوع في خاصة موضوع الضربات التي تحصل في سوريا وكذلك في مناطق أخرى حتى في داخل إيران ويتم التركيز عليها وتضخيمها بينما يتجاهل الطرف الآخر والإعلام الغربي وحتى بعض الإعلام العربي يتجاهل ما يحصل للكيان الصهيوني وحتى لأمريكا إن كان في مناطقهم أو في مناطق أخرى من استهدافات ومن أضرار كبيرة يتحملوه نهاية يوميا إن كانت عمليات أو إن كانت بصورة سبرانية وما يحصل في داخل الكيان الصهيوني من اضطرابات ومن مشاكل ومن حتى بعض استهدافات لبعض العناصر الإرهابية الصهيونية إن كان داخل الكيان الصهيوني وفي المنطقة هذا لا يركز عليه كثيرا وإنما يتم التركيز على الطرف الآخر وهذا لا يهم إيران أنا أعتقد تقصد بأن إيران تستهدف إسرائيل أيضا ليست فقط إسرائيل هي من تستهدف إيران نعم هذا الاستهداف مستمر يعني طبيعي إيران تؤدب الكيان الصهيوني بعد كل عملية يقوم بها عملية إرهابية يقوم بها إن كان داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في المنطقة يعني ضد حلفاء إيران أو ربما ضد عناصر إيرانية في المنطقة فهذه مستمرة من هنا أسألك ورائه بتصغير هذه الأمور بحسب وسائل إعلام الإسرائيلية تل أبيب تنوي تكثيف هذه الإجراءات في سوريا ليس فقط شل مطار دمشق بشكل كامل كما حصل في الأيام الماضية بل أبعد من ذلك إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لمنع إيران من تهريب أي أسلحة أنظمة مراقبة تتبع في سوريا هل يتسع صبر إيران لتقبل كل هذه المخططات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة أنا لا أعتقد أنه أضر بالدعم الاستراتيجي للشرعية في سوريا يعني هناك تعاون مستمر ومضطرد ومتزايد طبعا من حق الكيان الصهيوني أن يخاف لأنه محاصر الآن من قبل جبهات متعددة وحلفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأصدقائها يوما بعد يوم أقوى وأكثر تأثيرا على أمن هذا الكيان اللقيط لذا نرى قريبا سيأتي بايدن لدعم ورفع معنويات الكيان الصهيوني من خلال مؤتمر أمن الصهيوني في الرياض فهذه كلها تأتي نتيجة لضعف وتزلزل وسيذهب إلى إسرائيل ومن ثم يذهب إلى المملكة العربية السعودية لإجراء قمة ثانية اسمح لي أنتقل بسؤال ضيفي من لندن مرحبا بك دكتور هشام السؤال هل هذا التوتر الحالي الآن بين إيران وبين إسرائيل هو توتر فريد من نوع مختلف ربما أو هو مختلف عما سبق يعني لطالما كان هذا التوتر كانت هذه التهديدات موجودة ولكن الآن الوتيرة مختلفة هل لهذا الاختلاف في مكانه كما نرى مساء الخير بداية لك عزيزتي وأيضا للضيوف أهلا وسهلا أهلا كارم أنا أعتقد أن أنا أعتقد أن أمام تغير كبير حقا ولحظة متفجرة في المنطقة في تغير في قواعد الاشتباك استراتيجية هذا لا شك فيه حتى حتى الإنكار الإسرائيلي سابقا هذا لم يعود قائما الآن فيه فشل أولا لقدرة إيران على الرجع أنا أعتقد أن الأموال الطالة التي أنفقتها إيران على هذه الجيوش الخمسة والميليشيات لم توفر الردع اللازم ذلك كنا نقول كان من أفضل الإيرانيين الاصطلاح الأقل مع محيطهم العربي لأن الآن عندما نحن نتلحظ الحقيقة نحن نرى أن إسرائيل وأنا أقول هذا يعني كمحلل ترى مراقب من بعيد إيران الآن تبدو كأنها حمى مستباح لإسرائيل لا شك أنا حتى أرد على الدكتور أمير حتى الهجمات محايد لها هي تعرض للسي سي تي في كاميراز داخل إسرائيل وبعض المواقع الحكومية وبعض المواقع الخاصة داخل إسرائيل وبعض المعلومات هنا وهناك أنا أعتقد الإيرانيين سعيدين بذلك إذا كان هذا أقصى حد ستصله إيران في ردها على إسرائيل نحن نرى الآن نقلاً للمعركة داخل إيران من قبل إسرائيل وعدم إنكار من الإسرائيليين وضربات تتصاعد واغتيالات تكثر ولا يوجد أي رد من الجانب الإيراني تماماً نحن الحق نريد أن تهدأ هذه المنطقة لكن الآن هي كرقعة الشطرانج الحقيقة يعني أنا أعتقد الإيرانيين في موقف صعب جداً فأي تصعيد من قبلهم سيواجه برد شديد من جهة الإسرائيليين وربما ترتيب مع الأمريكيين إضافة إلى أن أي إسرائيل تهدف واضح من هدف إسرائيل هو قتل البرنامج النووي تماماً لكن أيضاً هي قتل اتفاق نووي تماماً لكنها أيضاً ستقتل البرنامج النووي هذا ما يتضح من نية الإسرائيلية أن إيران حتى لو حاولت أن تسرع في مسارها النووي أو أن تصل للعتب النووية أو أن تجرب سلاحها النووية فهذا لن يكون ممكن هذا واضح من التحركات الإسرائيلية أنا أعتقد الإيرانيين الآن في موقف صعب الميليشيات وقوة الرادعة التي لدى إيران التي كانت دائماً تهدد بها لم تفعل وإيران أنا أعتقد أنا مستبعد جداً أنها ستقوم بإطلاق منصاتها على إسرائيل في أي وقت قريب لأن هذا سيستجلب عليها رداً إسرائيلياً ربماً بالترتيب أمريكي وسأيضاً بمبرر للإسرائيليين حتى يكثفوا ضرباتهم هي لا تكون حرباً شاملاً قطعاً لكن ستكون ضربات موجهة من الإسرائيليين على البنية التحتية النوية الإيرانية بشكل مكثف يعني مضطرة أعود لك وأسألك سيد أمير موسى ومع أنه يجب أن أذهب لضيوفي الكرام لو قامت إسرائيل بهذا السيناريو واستهدفت هذه المنشآت النووية هل بالفعل إيران غير قادرة على إسرائيل أم أنه هناك مبالغة في كل هذا الطرح وأنه هذا السيناريو لن يحدث بالرغم من كل هذا التصعيد الكلامي أولاً لو تقيسين هناك حلف عالمي غربي أمريكي يعني غربي أوروبي أمريكي وبعض الدول العربية وبعض الأطراف في المنطقة مع الكيان الصهيوني كل هذه الأحلاف والتحالفات عجزت عن وقد قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتواضعة والمؤثرة طبعاً مع أصدقائها وحلفائها يعني كل العالم الآن يقف مع الكيان الصهيوني عاجز أن يستطيع أن يحد من خطر الجمهورية الإسلامية على هذا الكيان اللقيط فلذا ضيفك يعني أنا أتمنى له أن ينصف أن العالم كله في جبهة وإيران وحدها في جبهة لكن التوازن أقوى وأكبر وأكثر تأثيراً على الكيان الصهيوني هناك ضربات موجعة يعني لذا أنا أعتقد أي تجاوز من قبل الكيان الصهيوني سيكون ردعاً فورياً ردعاً فورياً وكل الأمور جاهزة في المنطقة وفي إيران لذا أنا أعتقد لو كانت إسرائيل تستطيع أن تضرب لضربت إلى الآن هي تتستر خلف بعض المرتزقة وبعض العملاء ولكن لا تتجرأ أن تبدأ بصورة مباشرة لأنها تعرف أن الفاتورة ستكون مكلفة اسمح لي أسأل عن هذا الطرح أعود لك دكتور هشام الغنان بعد دقائق أذهب لضيفي من واشنطن سيد عرفان فرد مرحباً بك رأينا حروب ظل في المرحلة الماضية بين إيران وإسرائيل تدور رحاها بالبر بالجو بالبحر حتى بالفضاء الإلكتروني هل ممكن أن يتصاعد أو تتصاعد حدة التوتر لدرجة حصول حرب صريحة وما الذي يمنع ذلك إلى الآن شكرا على استضافتي الواقع أن العناصر الأساسية من الرؤية في إيران هي العدوانية ضد الولايات المتحدة والمعادية الإسلامية وأيضاً إيران لديها أكبر شبكة في المنطقة وتود أن تهدد الوجود الإسرائيلي يومياً ولكن واقعياً إذا ما نظرنا على أرض الواقع إيران ليس بيدها أن تقوم بأي عمل عسكري وإذا ما قارننا بين التقارير الاستخباراتي حول إسرائيل وإيران فإن إيران غير قادرة على الرد على هذه التهديدات وبالتالي إيران تستخدم فقط المجموعات الإرهابية في المنطقة ضد إسرائيل وليس أكثر من ذلك لأن إيران سياسياً واقتصادياً وضعها مترد للغاية وإيران منعزلة في المنطقة وأي من دول الجوار تود أن يكون لديها علاقات ودية مع دولة تدعم الإرهاب في المنطقة ولهذه الأسباب أعتقد أنه في هذه المرحلة لا يمكن أن نرى حرباً صريحة بين إيران وإسرائيل قد تستمر الحرب الأيديولوجية على الأرجح أو يكون هناك حرب بالوكالة حرب بالوكالة أو لنستطيع أن نرى أكثر نفهم أكثر الموقف الأمريكي حتى حيال هذه الحرب المباشرة أو بالوكالة أصبح جاهز معنا ضيفنا من واشنطن مساعد وزير الخارجية للشؤون الشرق الأدنى سابقاً سيد ديفيد شينكر مرحباً كيف نفهم الموقف الأمريكي الآن يبدو بأنه داعم لهذا التعاون العسكري يقوي تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع الدول العربية هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضاً الإدارة الأمريكية يبدو بأنها لم تفقد الأمل بإحياء الاتفاق النووي الإيراني هذه المعادلة كيف نفهمها مساء الخير لك ولي المشاهدين أعتقد أنكم شرحتم الوضع بشكل مناسب وإدارة بايدن تود أن تعود للاتفاق النووي وقد أعطت كل التنازلات الممكنة لإيران لتوصل إلى إحياء الاتفاق إلا أن الإيرانيين إما لأنهم يجنون حوالي 140 دولار للبرميل لكل مليون برميل يتم تهريبه اليوم ولا يتم تنفيذ هذه العقوبات أو لأسباب أيديولوجية أخرى فإن النظام في إيران لا يود أن يعود إلى الاتفاق وحتى الآن إدارة بايدن حاولت أن تحدى من الأعمال الإسرائيلية ضد طهران ولكن الآن يبدو أن المحادثات لن تؤدي إلى أي نتيجة وهناك نقاشات سوف يكون هناك نقاشات في إسرائيل أثناء زيارة بايدن لفهم أكثر ما تصب إليه إسرائيل وما تحاول تحقيقه في المستقبل وسوف يكون هناك نقاط تنصيق الواقع إن إسرائيل الآن مستعدة لأن تكون أكثر صراحة حيال ضرباتها ضد إيران وهذا ما يمكن أن نتوقعه في المستقبل أو مع أو بدون موافقة وتنصيق الولايات المتحدة وكحليف جيد عندما كنت في الحكومة كنا نتوقع على الأقل أن إسرائيل سوف تطلع عنا حول مخططاتها مزيد من النقاش حول الدور الإسرائيلي في المرحلة المقبلة بالتنصيق مع الجانب الأمريكي ولكن أتوقف عند الفاصل الأول في هذه الحلقة إذن تل أبيب تتحدث عن يدها طولة وسط تقارير عن تعديل طائرات على مقاس إيران ومنصيب الحقيقة وما هي أوراق الجانبين التفاصيل بعد قليل ابقوا معنا شكلت حروب الوكالة أبرز أدوات التصعيد بين طهران وتل أبيب ورغم التهديدات المتبادلة في كل مرة بمواجهة مباشرة استأثرت بلدان عربية مثل سوريا بالجانب الأكبر للهجمات الإسرائيلية نتابع التفاصيل ترجمة نانسي قنقر 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 أعود لاستكمال النقاش أرحب بالضيوف جميعا أبدأ معك في هذا القسم دكتور هشام إسرائيل الآن تدعو إلى إنشاء قوة إقليمية بقيادة أمريكية لمواجهة وردع إيران هكذا تريد تل أبيب ولكن السؤال هل دمج إسرائيل عسكريا ما حلفاء واشنطن في المنطقة هو أمر وارد ومن هم حلفاء واشنطن في هذه المرحلة بهذا الشق بالتحديد الدمج العسكري اسمحي لي عزيزتي الدكتور أمير وجه لي كلام بشكل مباشر فأنا أرد عليه بشكل مختصر أنا أولا أقول للدكتور العزيز أنا منصف جدا وكل ما قلته مدعم بالأدلة وما ذكرته عن الهجمات السيبرانية الإيرانية والمبالغة فيها وجزء من تخصصي إذا هو يستطيع تخطيئتي في ذلك أنا أتمنى أن يفعل ذلك نحن والحق نتمنى كل الازدهار للشعب الإيراني ونتمنى له أن يسلم من شر هذه الحروب لا مصلحة ندينا في ذلك والدول العربية وخاصة الخليجية منحات من هذا الصراع هناك يبدو أن الإسرائيليين أنا أعتقد واضح أنهم عازمون على وهو أعقد دكتور كرر كلامي فإيران الآن في موقف ضعيف الإسرائيليين عازمين على تدمير إيران وجعلها سوريا ثانية حتى نموذج كوريا الشمالية قد لا يبدو ممكناً لإيران قد لا تصل إلى ذلك حتى أن تصل إلى مرحة التشكك النووي لن تصل إليها واضح أن الإسرائيليين سرعوا باستراتيجيتهم حتى أنهم لا يستمعون حتى الأمريكيين هم الآن كأنهم يطلبون رداً إيرانياً سواء من ميليشيات إيران في المنطقة هم يريدون ذلك إذا حدث هذا فسيكون الرد الإسرائيلي بترتيب أمريكي أشد ثراوة يعلمون ذلك إذا لم نرى هذه الميليشيات الآن لا تفعل أي شيء تجاه إسرائيل كل ما فعلته إيرانية بعض الهجمات السيبرانية المحدودة للنطاق لا أكثر من ذلك حتى الآن الاغتيالات تحدث داخل إيران نحن لا نعلم هل هي باستهدافات إسرائيلية أم هؤلاء هم جواسيس لإسرائيل يقوم النظام بتصفيتهم كلهم في أماكن حساسة هذا كله ليس واضح لكن يبدو أن هناك اختراق كبير للبنية الأمنية داخل إيران وأيضا البنية التحتية للبرنامج النووي الإيراني طيب الآن دكتور هشام أنا سألت حضرتك وأسألك من جديد إسرائيل تدعو إلى إنشاء قوة إقليمية بقيادة أمريكية لردع إيران في المنطقة سألتك هل دمج إسرائيل عسكريا مع حلفاء واشنطن في هذه المنطقة في الخليج هو أمر وارد أنا لا أعتقد أنه وارد الآن في الظرف الحال لا أعتقد أنه وارد ولا أعتقد أن الإسرائيل يحتاجون ذلك الإسرائيل يديهم غطاء أمريكي إسرائيل تدعو إلى ذلك والتبارين الحدث مع أمريكيين الذي حدث مع إدارة بايدن بالنسبة لإسرائيل لم يحدث حتى مع ترامب يعني بواضح أن هناك دعم كبير من الإدارة الأمريكية لإسرائيل فإسرائيل حتى لو دعتنا ذلك سياسيا يستخدم هذا لتوفير الشرعية لأي ضربة مقبلة على إيران لكن هي فعليا وتقنيا لا تحتاج ذلك أسأل هنا دكتور أمير موسوي يعني أنطلق مما يقول ضيفنا دكتور هشام بأن إسرائيل لا تحتاج إلى هذا الدعم من حلفاء واشنطن في المنطقة أو حتى دعم خليجي ولكن على الأقل هذا ما تقول إسرائيل ولكن أسألك عن هذه الاحتمالية بانتظار أن يصل بايدن إلى المنطقة ونرى ما الذي ستخرج به هذه الزيارة ولكن احتمالية تعاون عسكري إسرائيلي مع بعض الدول الخليجية يضع إيران بأي مسار وأمامها أي خيارات نعم أولا ما تفضل به الدكتور هشام يعني هناك عندنا قائمة من 27 موقع وشخصية صهيونية طالتهم الأياد النظيفة والشريفة واستهدفتهم مباشرة قوى المقاومة داخل الكيان الصهيوني وفي أربيل وفي أبوظبي وفي الدوحة بالتحديد وفي كذلك بعض المناطق في العراق ولبنان إذن هناك استهداف واضح لكن هناك تعتيم يعني الحرية الإعلام الموجودة في إيران لم توجد في الكيان الصهيوني هناك إرهاب هناك تعتيم هناك معاقبة لكل من ينشر أخبار من هذا القبيل ولكن هل إيران تبنت بشكل واضح وصريح هذه الاغتيالات وتحدثت عنها بوسائل الإعلام الإيرانية لكن على أي حال هناك صار استهداف بالنتيجة قائد مهم قائد الاغتيالات ومسؤول العمليات الإرهابية في أربيل قد تم التصفيته هناك ضباط اثنين في أبوظبي هناك عدد ما يقارب 13 شخص داخل الكيان الصهيوني يعني في تلبيب في حيفا في مناطق أخرى في القدس الشريف فهناك مناطق مختلفة وبالإضافة إلى المواقع يعني آخرها أول أمس انفجار حيفا لكن هذا التعتيم وهذا يدل على يظهر وكأنه إيران لا ترد أو أصدقاء إيران لا يردون وهذا غير صحيح الرد مستمر وبأنواع مختلفة إن تبنت إيران أو لم تتبنى هناك أضرار جسيمة يتحملها الكيان الصهيوني لذا هو يحاول إيجاد تحالفات في المنطقة لأنه ضعيف أوهن من بيت العنكموت كما قال سماحة السيد حسن نصر الله الكيان الصهيوني اليوم محاصر اليوم متزلزل اليوم ضعيف يأخذ الإمداد والاستمداد والقوة من الأمريكي والأوروبي وبعض الدول العربية للأسف الشديد يضع مضادات الجوية يضعها في البحرين في الإمارات دفاعا عن نفسه أو في العراق بعض المناطق العراقية في أربيل في كردستان العراق لأنه في الحقيقة مكشوف لأنه سيتحمل ضربات خطيرة وربما وجودية فلذا أنا أعتقد ليس كما يتصور ما هو رد الفعل الإيراني على ما تقول حضرتك؟ هناك صحيح حلف قوي مع الكيان الصهيوني نعم أسأل حضرتك على رد الفعل الإيراني على ما تقول حضرتك هذه التحالفات هذه المساعدة لإسرائيل كما تقوله بالتالي هل ستنتظر إيران أن تحصل ضربة إلى إيران من أجل أن تتخذ خطوات أم أن هناك خطوات تسبق حدوث أي تصعيد حقيقي؟ في الحقيقة كل التحالفات التي وجهت ضد إيران وضد الأصدقاء إيران في المنطقة تحطمت إن كان ضد سوريا لاحظنا سبعين دولة اجتمعت لإسقاط النظام وتغيير النظام في سوريا فشلوا في اليمن فشلوا لو كانت إيران ضعيفة لقبلت شروط الأمريكان في بينا لقبلت كما قبلت السعودية أمام اليمن وأمام قطر ولقبلت كثير من الدول الضعيفة أمام القوى الكبرى إيران عندما تصمت في بينا يدل على أنها لديها أوراق قوية ولديها ما يمكنها من ردع الكيان الصهيوني وأي تجاوز في المستقبل فلذا أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني هو مكشوف ومتزلزل يحاول أن يتخفى خلف الدول العربية للأسف الشديد فقط إشارة بسيطة الأمريكي والصهيوني يريد حطب العرب وأموالهم الحطب من الجيوش الضعيفة إن كانت مصر العراق أو بعض الدول الضعيفة الأخرى وأموال الدول الخليجية هم يبحثون عن هذا فقط ونتمنى أن لا ينجروا إلى هذه المهلكة وهم في غناء عنها في الحقيقة أسأل ضيفي من واشنطن سيد ديفيد هل تدعم الولايات المتحدة سؤالي لحضرتك من خلال زيارة بايدن إلى إسرائيل منتصف الشهر المقبل المخطط الإسرائيلي أي إنشاء محور أمني جديد في المنطقة تسعى إسرائيل لأن تكون نواة هذا التحالف أو هذا كما ذكرنا المحور الأمني بداية يجب أن أقول أنني ظهلت لما قاله سيد موسوي لا شك أنه يتابع الميادين أو الأخبار في لبنان ويقرأ هذه الأخبار عن النظام ويقول أن ليس هناك تقارير عن هذه مثل الهجمات ولكن لأنها لا تحدث وهناك حرية أعلام والدولة ليست على وشك أن ترنهار وهناك مظاهرات في أشارع كما في إيران ضد النظام وحيث يتعرض المتظاهرون للقمى وبالنسبة لبايدن وما سوف يفعله ومتواد البلايات المتحدة أن تفعله في المنطقة وأن تنسق أو تساعد في تنسيق الرغبة في التعاون الاستراتيجي في الشرق الأوسط وهذا يعني أن جيش الأمريكي سوف يساعد البحرين والإمارات وأي دولة عربية أخرى في الخليج أو في مكان آخر دول مثل الأردن وخيرها التي تود أن تنسق قدراتها وتساهم في تنسيق مثلا الرادارات والدفاعات ضد الصواريخ الباليستية وخيرها وهذا ليس بالضرورة وإسرائيل في الوسط فكل دولة لديها مساهمة خاصة تأتي بها في مثل هذه الشراكة وإسرائيل شريك جيد في الدفاع وهذه الدول الأخرى تساهم أيضا في هذا التعاون كما حدث عندما الولايات المتحدة نسقت الترتيبات البحرية بعد أن كانت إيران تستهدف السفن وتسقط الطائرات المسيرة أو تختطف السفن في الخليج العربي ولم تكن عملية أمريكية بل عملية دولية بتنسيق من البحرية الأمريكية مع شركاء عرب ودوليين وأتوقع أن هذا ما نراه سوف نراه يجري فالولايات المتحدة تلعب دور المنصق لمساعدة الدول التي ترغب في التعاون لكي تتمكن من مواجهة أي التهديدات مشتركة للآتية من إيران هنا أسأل ضيفي من واشنطن أيضا سيد عرفان سريعا قبل أن نذهب إلى الفاصل الأخير ما هي فرص العودة للاتفاق النووي الإيراني في ظل حديث الآن عن تحالفات جديدة تتشكل في ظل حديث عن المزيد من الضغط على إيران من جهة وفي نفس الوقت يجري الحديث على أن هذا المساعد التفاوضي يكتمل في ربما خلف الكواليس ولكن ما الذي نتوقعه؟ بداية أنا أتفق تماما مع الضيف في واشنطن في رأيه وللأسف في البيت الأبيض ليس هناك استراتيجية واضحة للتعامل مع إيران حتى الساعة ولكن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن إيران لديها برنامج إرهابي وصاروخي أوالي الطائرات المسيرة وكلها تشكل تهديدا لإسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى تحاول إيران أن توسع شبكتها الإرهابية إلى أمريكا اللاتينية مثلا في فنزولا وكوبا وبعض المناطق الأخرى وتود أن يكون لديها خلايا نائمة في هذه المناطق وهذا يشكل تهديدا للولايات المتحدة بالتالي لدينا نظام في تهران يلا يحترم القوانين الدولية ولا يفكر في معنى هذه القوانين الدولية وبسبب ذلك لا يمكن أن نتوقع أن هذا النظام الإرهابي خارج عن القانون يمكن أن يكون لاعبا جيدا على الساحة الدولية يحترم النظام الدولي وهم يدعم الشيعة في الشرق الأوسط وهم مصدر الفوضى والأزامات في المنطقة وأنا شخصيا أعتقد استنادا إلى الرأي الواقعي أن الطريقة الوحيدة لردع إيران حاليا هو من خلال تخيير النظام لأن النظام لم يود يحترم هذا النظام تحت أوباما أو دخلوا في هذا الاتفاق ونتجا لذلك فإن الحرس الثوري دعم مجموعات إرهابية أكثر في المنطقة استهدفت إسرائيل والولايات المتحدة أكثر من أنه وقت مضى في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وهنا المشكلة ابقوا معي مقاطع حضرتك وصلت هذه الفكرة سيد فرد إذن نعود للضيوف جميع ولكن بعدما أتوقف عند الفاصل الأخير إذن تصعيد بين إيران وإسرائيل وسط تحولات إقليمية وتقلبات دولية أي سيناريوهات محتملة تفاصيل بعد قليل ابقوا معنا انتقل الغموض في التصعيد الإيراني الإسرائيلي من الهجمات السبرانية والاغتيالات إلى استهداف الصفن في عرض البحر مثل خليج عمان وشرق البحر المتوسط نتابع التفاصيل اشتركوا في القناة نعود إلى الضيوف الكرام ولدي أقل من أربع دقائق دقيقة لكل ضيف لو سمحتم أسأل سيد ديفيد البعض يقول بأن إيران قد تنظر إلى كوريا الشمالية هذه الحرب الروسية وبالتالي واشنطن عمليا هي غير قادرة على إيقاف كل هذه المخططات لكل هؤلاء وبالتالي لن تقدر على إفشال المخطط والمساعي الإيرانية هل هذه وجهة النظر تؤيدها أم لا؟ أعتقد أن إدارة بايدن تركيس على أوكرانيا وروسيا وجائحة كورونا والاقتصاد وبالتالي تواجه الكثير من الصعوبات في التعامل مع كل هذه الأمور ولكن أعتقد أن إسرائيل سوف تدافع عن نفسها وتحشد المنطقة لصد المطامع النووية الإيرانية والسلوكيات المزعزعة هي مشكلة ولكن أعتقد أنه يمكن التغلب عليها أسأل دكتور هشام دول خليج والمنطقة تتمتع بالاستقلالية عن القرار الأمريكي على الأقل في المرحلة الأخيرة من هم الشركاء الجدد بالنسبة للخليج مع الأخبعين لاعتبار بأن زيارة بايدن من المحتمل أن تذيب هذا الجليد؟ مرة أخرى نحن نصف الواقع وقدرات السيد أمير موسوي اللغوية المتميزة لن تغير من هذا الواقع شيئا الآن إسرائيل إيران حمى مستباح والردع المتوهم ديتيرنس ليس موجودا حتى وإسرائيل توجه الصفعات الواحدة تلو الأخرى لإيران ولا تحاول حتى إخفاء ذلك كما كانت تفعل في السابق وهم يلقون باللوم على الدول الخليجية التي لا علاقة لها مباشرة بما يحدث والحق للسيد أمير أيضا استشهد بنظام السوري هذا بالضبط ما يراد لإيران أن تكون مثل سوريا هذا ما تريد إسرائيل أن تفعله في إيران وهذا الحقيقة يعني المحتمل والمتوقع وأنا لا أعتقد أن هناك سيكون تشكيل تحالفات مؤثرة الآن ستغير من هذا الواقع شيئا واضح أن الموضوع هذا بترتيب إسرائيلي أمريكي موجه نحو إيران وإيران لا تملك قدرات الردع لذلك هي موجودة في هذه الدول للدول الفاشلة لكن لا تستطيع إطلاق منصاتها على إسرائيل ولا اقتراب من إسرائيل سيد أمير موسوي سؤال أخير لحضرتك هناك مخاوف حصول تصعيد في هذه المنطقة في الأيام المقبلة من قبل إيران في ظل كل هذه الضغوط والاستعداد لاستقبال بايدن في الشرق الأوسط هل هذه السيناريوهات مطروحة وأين يعني في اليمن في لبنان في العراق ما هو المتوقع أيضا باختصار لو سمحت أولا أمريكا هي دولة إرهابية مع الكيان الصهيوني متمردين على القوانين الدولية إيران كانت ملتزمة بالاتفاق النووي أمريكا خرجت أمريكا دولة إرهابية قتلت اليابانين قتلت فيتنام دعمت الصهاين ضد الفلسطينيين دعمت العدوان على اليمن على سوريا على العراق على أفغانستان دولة إرهابية بامتياز إيران أدبت بريطانيا في الخليج الفارسي وأدبت اليونانيين في سرقاتهم للبترول الإيراني والسفن الإيراني أدبتهم ولم تستطع أمريكا ولا حلفاء الناتو أن يتحركوا أبدا بل أدبت أمريكا عندما تجاوزت مضيق هرمز في طائرتها المسيرة هل نتوقع تصعيد إيراني نعم أو لا إيران تؤدب إيران لم تبدأ أي عدوان والتاريخ أثبت ذلك كل من يتطاول على الحقوق الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية سيتأدب بطريقتها الإيرانية بالنفس الطويل وبأسلوبها الحضاري ستؤدب هؤلاء المعتدين والإرهابين في المنطقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أشكركم جميعا كنت معي من تهران الدبلوماسي السابق ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الدكتور أمير موسوي شكرا لك كنت معي من لندن الباحث الرئيس في مركز الخليج للأبحاث الدكتور هشام الغنام شكرا لك كان معي من واشنطن مساعد وزير خارجية لشؤون الشرق الأدنى سابقا أسيد ديفيد شينكر شكرا جزيلا لك وكان معي من واشنطن أيضا الباحث في شؤون الشرق الأوسط أسيد عرفان فات شكرا جزيلا لك إذن وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من على الحدود إلى اللقاء اشتركوا في القناة